اهلا بحضراتكم من جديد طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين انه اهم حاجة اهم حاجة من اولويات الدولة المصرية والحكومات المتتالية في مصر دايما بتحافز على جودة رغيف الخبز المدعم والرغم اي ظروف بتمر بيها البلد بيفضل رغيف الخبز بسعره اللي بقاله كتير عليه وهو خمس قروش سمعنا طبعا خلال الكام يوم اللي فاتوا قرار بحضر استخدام مادة البرومات البوتاسيوم بوت قال ان هي مادة مصرطنة وخاطرة في اي انواع من المخبوزات وده لان في بعض المخابز السياحية بتستخدم المادة دي لتحسين شكل او جودة رغيف العيش لكن مش العيش المدعم طبعا احنا معانا دلوقتي ضفنا في الستوديو اللي في الحقيقة لما سألته على ايه المادة دي فقال انا مش كيميائي علشان اتكلم على هذه المادة ولكن احنا برضو نقدر نعرف منه الحدوتة القصة ايه الحكاية ايه حكاية المادة دي وليه تم الكلام عنها في هذا التوقيت هل فعلا المخابز السياحية تستخدمها ولا لا لكن احنا بنؤكد للمشاهدين انه الخبز المدعم بعيد تماما عن هذا الشأن ضفنا في الستوديو اللي حب ارحب بيه هو الاستاذ عطية حمد رئيس شعبة المخابز اهلا بحضرتك اهلا بك يا فقط خلينا نبدأ بقى ايه الحكاية بالزبط يعني ايه اللي اثار هذا الموضوع و ايه اللي حصل بالزبط اولا بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه مفيش حكاية ولا في اصارة لأي موضوع او احنا اتفاجئنا ان منظمة الغذاء العالمي بتحذر من استخدام مادة بومات البوتاسيوم في انتاج الخبز معرفش ايه اللي اقحم اصحاب المخابز في الموضوع ده احنا مناش علاقة بالقصة دي نهائي احنا كل المستخدم بتاعنا في انتاج ريف الخبز اربع عناصر الدي اللي احنا بناخده من الدولة الخميرة اللي احنا بناخدها من شركات الدولة الميا اللي احنا بناخدها من الدولة الملح اللي احنا بناخده من الدولة هم هدول الاربع عناصر اللي بيخشوا في مكونات انتاج ريف الخبز احنا عمرنا ولا نعرف حاجة عن المادة دي نهائي ولا أي أصاحب مخبز عنده خلفية عن برومات البوتسيوم لأننا نحن تماماً عن هذه المادة اطلاقاً وإن كان هناك تحذير فإننا مع التحذير لا بالنسبة للمخابز السياحية والحلولانية وكل الناس اللي هي بتشغل في المعجنة يعني حضرتك بتتكلم أنه مش بس في المخابز اللي هي الحكومية أنتوا تتكلم عن مخابز السياحية نعم تستخدمش ده أن ده حاجة جديدة وإحنا مواطنين وبنخاف عن نفسنا إحنا كمان بالضبط كده فإحنا بنحذر أن المادة دي بس المادة دي مين اللي بيستخدمها وبلاش مين اللي بيستخدمها مين اللي بدخلها البلد وبتبقى عند مين فبدأ ما تحذرنا أنا اعمل تحذيرها على الناس اللي هي بتبيع الكلام ده وبتدخلوا البلد أنت جاي عندنا ليه؟ طب يعني من وجهة نظرك إيه سبب إثارة هذا الموضوع الآن أو إيه سبب هذا التحذير دلوقتي ده يسيقل فيه بقى من نظامة الغذاء العالمي أو يسيقل فيه وزارة التوميين أنا مع إحنا ناس كل مكونات الإنتاج بتاعنا دقيق ملخ خميرة ميا ده أرغي في العيش طيب هل حصل في فترة من الفترات أنه كان فيه استخدام أو تجاوز وتم استخدام هذه المادة وكان فيه عقوبات عليها أو هل في القوانين اللي بتخص مثلا صنعت الخبز في مصر بس على فكرة التحذير ده ممكن يجي بالسلبة على أصحاب المخابز أكيد وأنا بحذر من الحتة دي أيوة مش بيجي السلبة على أصحاب المخابز يعني لحاجة معاينة لا أنا بحذر من الجزئي دي بالذات لسبب واحد لأن النهاردة في رمضة منظمة الغذاء العالمي حددت برمات البوتاسي من ناية دي مادة مسلطنة وسامة ولا تستخدم في المعجنات فأنت النهاردة الرأي العام كله من نظمة الصحة العالمية الصحة عندنا هنا أقول لك أنا هبدأ أخد عينات من أصحاب المخابز العينات دي أنت بتاخدش مني عينات تاخد مني عينات في إيه إيه اللي هتاخده مني عينات أنت عايز عينات خد من مطحن خد من متوقع الملح عين حالي اللي الماء بتاعتك شوف الخميرة بتاعتك دي المكونات بتاعت الرغيف تاخد من عندنا الرغيف إزاي يعني دي برضو حاجات من ضمن حاجة أنا بحذر منها إن هم ما يجوش ناحي أصحاب المخابز في موضوع العينات ده بالذات لأن إحنا أساساً ما عندناش أي استخدام نهائي للمادة دي ولا نعرفها ولا نعرف مكوناتها إيه ولا نعرف اسمها حتى إيه طيب إيه لي خوف أصحاب المخابز أو يعترضوا على أنه يتاخد عينا مدام هم أورادي مفيش حاجة من دين بتستخده يعني بعكس يداد النهاردة إحنا شغالين طبيعي إحنا مش خايفين من حاجة بالزبط لكن لما داخلت حاجة مصرطنة ويقول لك عندي لما حدده إن المادة دي أو البرومات المتاسم في المخابز اللي هي بتنتج لعيش البلد السياحية صح؟ لا هم بيتكلموا على وقالت البلد والسياحية لا السياحية أكتر لو السياحية فتش زي ما أنت عايز خد منه عينات لو هو عنده المادة دي اغلقه يلغيله الرخصة لكن النهاردة مخابز البلدية كلها مش شغالة غير بالأربع حاجات اللي أنا قلت أحرك عليها مع العلم طبعا إن حضرتك في بداية الحوار أكدت كمان إنه حتى المخابز السياحية محدش بيستخدمها أصلا طبعا طبعا وعلى فكرة المخابز السياحية برضو المكونات بتاعتها اللي أنا قلت أحرك عليها اللي عندي عنده أيوة بس ما في حاجة غريبة يعني طيب إحنا عايزين بقى نطمن المشاهدين حضرتك عارف إنه كده كده بيكون فيه بردو شائعات أو أحيانا بيكون فيه تهويل أو أحيانا بيكون فيه تأويل يعني ممكن يكون مثلا هذا التصريح من منظمة الصحة العالمية أو الغذاء العالمية اتقالت بشكل إنه يعني للتحذير بشكل عام ممكن ممكن يكون طبعا تعرف شبكات التواصل الاجتماعي أخدت الخبر جودت عليه زودت خوفت الناس إلى آخره فده هيخلينا أكتر إنه نحن يعني نشرح للمشاهدين المراحل اللي بيمر بيها رغيف العيش عشان نطمنوا يعني من أول والجهات الرقابية وإزاي بيتم الرقابة على جودة هذا المنتج قبل ما يوصل لي المواطن حضرتك دي منظومات بالزبت والمنظومة محددة فيه كل الآليات اللي إحنا بنشغل بيها وزي ما قلت الحرارك قبل كده إن الآليات اللي أنا بشغل بيها هي الدقيق اللي باخده من الدولة الميا اللي باخدها برضه من الدولة الملح اللي باخده من الدولة الخميرة اللي أنا باخدها من الدولة هي دي الآليات بتاعت انتاج الرغيف فما ييجي النهاردة فيها رقابة فيها رقابة فيها عينات بتتخذ من مخابز ومن مطاحن بيتتخذ عينات من مخابز ومن مطاحن كل ده أمور إيجابية جدا ومراقبة الإنتاج أو مراقبة الجود للإنتاج ده شيء طبيعي إحنا كلنا فيه من سنين وسنوات كثيرة جدا لازم يكون فيه رقابة على أي منتج وخصوصاً لهوه بتقدم في الآخر للناس لازم يكون فيه رقابة طبعاً ما إحنا عايزين نعرف المشاهدين برضو اللي بيشوفونا دلوقتي وسائل الرقابة أو الخطوات الرقابة الخطوات الرقابية اللي بتتم على هذا المنتج ده رقابة بتطلع عن طريق وزارة التموين الجهات الرقابية اللي موجودة جهاز الرقابة والتوزيع كل دي المدريات الإدارات التموينية كل دي جهات رقابية طالما معها ضبطية قضائية ده يدي كلها جهات رقابية لكنهم هو مش هو ده الميهم انت حرك بالدوارع على الجهات الرقابية ما سألتش إيه مشاكل إصحاب المخابز إيه مشاكل المنظومة اللي هم مشغالين فيها هندخل في المنظومة إيه اللي بتاعب يعنوا منك أن الرقابة الرقابة موجودة طيب إحنا خلينا برضو نوضح للمشاهدين هو أن اللي حصل أن وزير التموين نزل فيه الجريدة الرسمية تحذير من هذه المادة برغم أن أصلا المادة دي محظورة بالفعل منذ سنة 1993 في مصر يعني ده وزير التموين ده جهة رسمية وجهة حكومية فحضرتك لما شفت هذا التحذير على الجريدة الرسمية إيه كان رد فعلك؟ أو يعني التواصل ما بنكون؟ الحقيقة يعني؟ أحنا عايزين الحقيقة أه طبعا يعني إعلام النهاردة بيهاول كل شيء يعني النهاردة لما يكون موضوع من 1993 ومنظمة الغذاء العالمي بتحزن باستخدام هذه المادة في أي معجنات من 93 وجاي النهاردة وإحنا في 2010 ومنزل خبر زي ده السبب بالنورة إيه والناس من 390 ل2010 النهاردة الناس بتاكل عيش سياحي وبتاكل عيش بلدي وبتاكل عيش فينو وبتاكل حلويات مافيش أي شيء ضرر مافيش ضرر خالص هو مش الإعلام هو الإعلام لكن هو تحذير أه بنحذر بنخاف على صحة المواطن بنخاف على صحة المواطن لأن إحنا في المبدأ والأساس إحنا مواطنين إحنا كمان ونخاف على نفسينا وعلى أولادنا مش بيتعمل لنا عيش مخصوص يعني لا بالضبط فإحنا مع التحذير لكن هو ملوش مجال في الاستخدام ده اللي أنا عايز أوصله لحضرتك والأستادة المشاهدين إن المادة دي ملهاش مجال الاستخدام في أي شيء من المعجنات يعني بمعناه إنه لما الوزير بيحذر من هذا في الجريدة الرسمية ده شيء جميل ده مش معناه إنه المادة دي موجودة لا طبع ده شيء جميل جدا بالضبط نحب نفكر بعد ده شيء جميل ويحترم ده شيء جميل ويحترم طيب إحنا معنا بابس كده سريعة مع المواطنين علشان نشوف برضو مدى رضاء المواطنين عينة من المواطنين عن الخبز المصري ونرجع نكمل حوار طبعا لكم إيه مدى رضاك عن منظومة الخبز؟ والله هو الخبز كويس مش وحش يالي المنظومة كويسة اللي هم عاملينها دي تمام مراحة الناس لا فيه أفران بتبقى العشة بتاحها كويس جدا وفيه حاجات بتبقى وحشة جدا سيئة غير صاحة الاستخدام هي المنظومة كويسة جدا يعني لو يعني الناس فيه بعض الأسر في الأقاليم وكده عدد أطفال عندهم كتير فبيستفادوا بالمنظومة دي فيه بعض الأفران بيتلعبوا في المنظومة دي أكيد يعني غير الأول طبعا كان فيه ثوابير وفيه مشاكل كتيرة أو المطاقة التوميين دلوقتي كويس متوفر لا خالص لأنه أولا بيطلعوا العشة سيئة جدا 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 شايف فيه مشاكل بتوجهها الأفران دلوقتي؟ لا والله دا ممتاز دلوقتي والله المعاملة بتاعة المخابز المفروض يتدربوهم على المعاملة يعملوا الناس كويس يتكلمون كويس بصراحة بصفة عامة مفيش مشكلة في الخبز خالص محتاجة بس مرأبة يعني مرأبة أكتر كانت بتواجه مشكلة قبل البطاية وكلا بس دلوقتي مرأتش فيه مشكلة قوي يعني لا مفيش لأن الأفران فيه كتير قوي فتحة ويعني متوفر من الآخر يعني أنا شايف إنها كلها مشاكل يعني العمالة أولا والنظافة مفيش والردة اللي بيحطوها اللي بتقع على الأرض بيكسنسوها بيحطوها تاني بسمعات عامة ده اسمها برو ماتر بوتاسيوم المخابز اتمنعت إنها تشتغل بها؟ لا والله ما عندش خلفية بالكلام ده لا ما اسمعتش عنها لا ما اسمعتش عنها لا ما اسمعتش عنها لا ما عرفش إنه الموضع ده حاجة لا ما عرفش ما عمالة لا بقى بصراحة ما اسمعتش عنها بصراحة لا أول مرة اسمعت عنها أيها فانتما اللي هي بتيجي في الخميرة تمام؟ يعني بتعمل تخنى في الجسم يعني تلاقي الناس مصريين النهارته بسم الله ما شاء الله تخنوا شوية عن الأجانب هي المادة دي اللي في العيش أعلم حضرتكم من جديد يعني إحنا شوفنا في البوبس تقريباً يعني تباين في القراء ووجهات النظر وفي مثلاً المواطنين شوفناهم مش راضيين تماماً عن منتج الخبز وقالك اللي بيعمل الخبز إيده مش نظيفة النظافة أو لما بيقع الدقيق على الأرض أو القمح بياخده تاني من على الأرض يشتغل به وفي مواطنة قالت لا تصلح للاستخدام الأدمي في ناس راضية بالفعل على منظومة الخبز وبطاقات التموين وفي بقى يعني آخر مواطن لما تكلم عن المادة اللي هم نتكلم عليها اللي هي المفروض حضرتك أكد إن هي مش موجودة أصلاً في مصر وما بتستخدمش لها على مستوى المخابزة السياحية أو غيرها اللي هي بروماتو البوتاسيوم وقعد يشرح كده شرح يعني يبدو كأنه كميائي كميائي أو علمي يعني تعليه حضرتك إيه هنمسك طبعاً كذا وجهة نظر لكن ناخد من الآخر للاول مثلاً المواطنة اللي ابتدى يشرح بقى البروماتو البوتاسيوم بص انتخدم الآخر أو من الأول من الآخر، آخر رأيك آخر رأيه اللي هو المواطنة اللي ابتدى يشرح لا بس أنا فيه رأي اللي حارك قلتع ليه اللي هو المواطنة اللي هي بتقول إن صاحب إن العامل إيده مش نظيفة ايوه اولاً اي مواطن بيأخذ الرغيف الخبز ده هو بيأخذ الرغيف الآخر بيأخده من الرجل اللي بيبيع لاجيش مش اللي بيعجن ولا اللي بيخبز ولا اللي بيشيل العجين ولا اللي بيهول عيش المواطن بيوقف برة بيأخذ لعيش بتاعه اللي بيشوف عامل جوه ايده وسخة ولا ايده مش نظيفة المواطن طلع فا عايز يظهر نفسه في الاعلام يقول اي حاجة. واحنا طبعا مع المواطن في اي شيء. احنا مع مواطن في اي شيء. ان كان فيه شكوى من ناحية اي اعمالة. الناس كلها بتاخد بلها دلوقتي الحمد لله. والكل المخابز نظيفة. والعمال يعني هما دول بيقدمونا المنتج النهائي. يعني الرغيف اللي احنا بنكله. بيطلع من ايه دي العمال. فدي الحمد لله يعني. لكن لا انا عايز اوصل لحضرتك والسادة مشاهدين. ان من سنة الفين واربعتاشر. لغاية اللحظة اللي احنا عاديين فيها النهاردة. مفيش مشكلة في رغيف الخبز. نهائي. في مخالفات. ده المخالفات دي هتفضل لغاية يوم الدين. اه اه لكن دي على مضب. لكن النهاردة مخالفات دي احنا الدولة بتتعامل معها بحسب. والرقابة بتتعامل معها بحسب. ومش اي حاجة اه مخالفة. احنا ضد المخالف والمخالفة. احنا كشعبة كمان ضد المخالف والمخالفة نفسها. احنا لا نقبل المخالفة تحت ازارة نظر. لكن ده حاجة يعني شيء اه لا يذكر بالنسبة لان منظومة الخبز دي النهاردة. زي ما قال للراجل التفضل للمشاهد. قال احنا يكفي ان احنا ما فيش توابير. احنا كنا بنعاني من التوابير. فالنهاردة الحمد لله فيه رغيف يؤكل في مصر. وافضل رغيف موجود في الشرق الاوسط كله رغيف في مصر. طيب. شعبة المخابس. المخابس بالغرف التجارية. ايه المهام بتاعتها بالزبط. نشرح ببساطة للمشاهد. هي انهاردة حمزة الوصل شعبة المخابس دي. بين طلبات صحاب المخابس وعمالها مع المسؤولين. اه في الدولة. اه في وزارة التمويل. احنا بنشوف المشاكل اللي عندنا ايه. وبنحاول نحن وصلها عن طريق الغرفة التجارية بتاعتنا. اه للمسؤولين. سواء مع الوزير الدكتور عالم صلحي. وانا بالمناسبة عايز اقول حاجة. للدكتور عالم صلحي. الراجل ده اول ما جيه. في الفين وسبعة عشر. في شهر سبعة الفين وسبعة عشر. وده يعني بالتحديد للراجل ده. احنا يعني الحقيقة الراجل ده شال بلاوي في المنظومة دي. لان المنظومة دي من بدايتها كلها عوار. وكلها فيها مشاكل. زي ايه. زي ايه. ابرزها مثلا. ابرزها. يعني ابرز حاجة النهاردة. منظومة من الفين واربعتاشر. واحنا النهاردة في الفين واحد وعشرين. في محافظات النهاردة بتعاني اشد المعاناة من تدخل جهات الرقابية. متمثلة في مباحث التموين. وفي شركة سمارت. حاجة بسموها ضرب ضرب المحافظات. او ضرب خارج المحافظة. يعني ايه ضرب خارج المحافظة? انا عايزة فان المسميات دي من اللي سماها ومن اللي جابها. وكله جاء على صاحب الماغ بس. طب انا عايزة فان. يعني ايه ضرب خارج المحافظات. يعني ايه? يعني منظومة دي تعملت من اول ان البطاقة بتاعت حضرتك او بتاعتي او بتاعت اي مواطن بتدرف اي محافظة. مش صح. مزا كان الاول في 2014. قالك اللي بصيف راس البر وهو من القاهرة ياخد معاه بطاعته عشان ياخد بها ايش. اللي بصيف في جمصة ولا في بلتين ياخد بطاعته عشان لو عايز ايش ياخد ايش. افل المحافظات. خلاص افلت المحافظات. افلتها امتى? افلتها يوم ستة وعشرين سبعة الفين وثمانتاشر. يعني المنظومة بدأت في 2014. واحد سبعة الفين وثمانتاشر. وانت جيت افلت المحافظات ستة وعشرين سبعة الفين وثمانتاشر. ده الدكتور علي. الا القاهرة الكبرى اللي بتمثل اه الاليوبية القاهرة الجيزة ستة اكتوبر. حلوان. خلاص انت حددت دي القاهرة الكبرى دي التعامل فيها يبقى اه مع بعضي. لان احنا كلها مناطق كلها او محافظات كلها حلودية مفتوحة على بعض. انت النهاردة السيستم افل على المحافظات في الفين وثمانتاشر. انت جاي تحاسب الناس النهاردة علي ايه? جاي تحاسبني علي ايه? انت عندك من الفين واربعتاشر لغاية الفين وثمانتاشر. جاي تجيب لي حاجات من الفين وخمستاشر و الفين واربعتاشر. جاي تحاسبني عليها دلوقتي. حضرتك بتواجه السؤال للمواطن. لا انا بواجهه للمسؤولين. اما دي من ضمنها مشاكل. من ضمن المشاكل اللي بتواجهوها كشعبة. طبعا. المواطن ملوش جاخلي بالكلام ده. ما يعرفش الكلام ده اللي حم نقوله. انا اللي بقوله الكلام ده انا فاهمه. اه. يعني حضرك النهاردة انت يعني النظام بتاعك سمح ان انا اشتغل في المحافظات. انت اللي سمحتيلي. ايه. كدولة انت اللي سمحتيلي. انا ماشي على تعليماتك. ايه. لما جيت قفلت حاسبني من بعد. مش من قبل. مش بأسر راجع. هتحاسبني. اه اصر راجع اصد ده. انت اللي فتحلي. وانت اللي سمحلي. فانا النهاردة ماشي على تعليماتك. انت هتحاسبني على ايه حاجة انت سمحلي بيها. طب والشركة اللي انت مشغلها دي. ما انت اللي فتح لها السسم ده كله. بتحاسبني انا ليه. طيب حضرتك دلوقتي التساؤلات اللي بتقولها دي كمسؤول عن شعبة المخابز. طبعا. بتوجيها للمسؤولين اللي هي وزارة الدموين والقرارات اللي اتعاملت فيها. ايه. الكلام ده من الفين وتمنتاشر. احنا لوقتي عشرين واحد وعشرين. هل كان فيه رد? هل تم مخطبة ما بينكم كشعبة لوزارة الدموين؟. احنا ما فيش حاجة ظهرت الا اليومين دول. اللي في السنة دي. اه. جاي درب محافظات. يعني جاي في محافظات محافظات كفر الشيخ. دخل عاشت في رعب كفر الشيخ دي. بسبب درب محافظات من الفين وخمستاشر و الفين وربعتاشر. طب انت سكت ليه? ايه الداعي النهاردة? انت قافل على الكلام ده ليه? لو انت عارف ان الكلام ده غلط. فتحتهنة ليه? انت فتحتهنة ليه? ما قافلتوش ليه من الاول? ليه ما عملتش المنظومة قبل ما تعملها? شوف المخاطر اللي ممكن نقابلها ايه? الشركة اللي انت جايبها دي. المفروض بقى عندها الداتا والايتي بتاعها. يبقى يبقى جاهز. قاعدة البيانات. جاهز. ان هو يقفل اي صغرة من الصغرات. اللي هي السبب مشكلة في المنظومة. انت ما قافلتش الصغرات دي ليه? جاي في الاخر سيبها. جاي سيبها وبيدين بيها صاحب المخبس بس الواحده ليه? ما انت عندك شركة شغالة معنا. اللي هي الشركات اللي هي بتاعة الطبقات الزكية دي. ما هي اللي عندها النظام كله. اللي هي بتدينا المكن. الكلام ده كل انت سيبه ليه? جاء صاحب المخبس ليه? لأ. يعني صاحب المخبس دلوقتي بقى متهم بايه بالزبط? ان هو بضرب خارج المحافظات. طب انا النهاردة هضرب خارج المحافظات زي انا كل اللي عندي الادوات بتاعتي. عندي البطاقة بتاعة المواطن. والمكانة بتاعة الشركة. ايه اللي انا هضربه خارج المحافظات. لو البطاقة بتاعة المواطن دي جاية من اسوان وبتضرب عنده في القاهرة. العيب مش في انا. العيب في الشركة. المفروض في الجهات الرقابية. المفروض ان هي اوتوماتيك خلص مادم خرجت برا الحدود ما تشتغلش. انت قفلت النزام. بالزبط كده. خرجت برا الحدود. عشان ما بقاش باخد. اه عشان ما بقاش اخد نصيبي مرتين. لو البطاقة دي مفتوحة. نحسبنا انا. اه لا. وانت لما تيجي ساتك تاخد من عندي ايش. اقول لك وريني بطاقتك. لا. انت من القاهرة ولا ولا من اسوان. يعني حضرتك بتقول انه في يعني عايز تقول كده انه في عوار في التطبيق التطوير الالكتروني. طبعا. لي البطاقات. اه طبعا. طبعا. ودي مش محتاج الكلام. انت وبعدين. في التحديث. في في حاجات يعني يعني اخطاء كتير. ده مضمن حاجات المستحدثة اللي ظهرت على السطح النهاردة. اللي هي ضربة خارج محافظات. ودي عامل قلق لكل اصحاب المخابز. في كل المحافظات. كل واحد النهاردة من الثاني دوره ييجي. طب انت ساكت ليه? انت جاي في وقت النهاردة. مفيش شغل ومفيش حركة. والدنيا واقفة. فجايت حسدني على ايه? وبعدين النهاردة بتحسدني على مخالفة بالمضاعفة. يعني في ناس جاي لها بالملايين. عشان سنوات. طب انت اللي سامح بالكلام ده. انت انت جاي تحسدني على دلوقتي ليه? ما حسدتش نفسك انت ليه من الاول? تجاي تحسدني انا وساب نفسك. ليه? طب ايه اخر التطورات او ايه الموقف? يعني اخر حاجة وصلت في الموقف الحدريك بتحكيه دلوقتي. ايه? وصلتوا ايه مع بعض? انه لا الاصل الحملات هتستمر. ما فيش حد يقعد. لازم فيه ايه في توضيح. ليه? بس انا عايز اعرف ليه? ده من ضمن المشاكل اللي هي عندنا. في مشكلة تانية بتاع التأمينات. ايه مشكلة التأمينات? التأمينات الاجتماعية دي النهاردة بعد صدرق قانون 148 سنة 2019. جابوا مديونيات كبيرة جدا على صحاب المخابس. لما جات تمت المنظومة الاخرانية. الاخر منظومة تمت. اللي هي في واحد 2018. المفروض حددت ان التأمينات بتاعت العمالة على تكلفة الرغيفة. خلاص. ومعالي الدكتور الوزير حدد قال من واحد واحد عشرين. اصحاب المخابس ما لهمش علاقة بالتأمينات تاعت العمال. وما طب ليه? الهيئة العامة للسلحة التموناية بعتت لك فلوس. بعت لها لغاية نهاردة خمسين مليون جنيه. طب الهيئة بتقول لك الديني ما يزبط ان انت خدت مني فلوس بالعمالة اللي عندك. العمالة دي عند التأمينات مش عند زرط التموين. حاجات كده دخلة في بعضيها. احنا برضو اللي بنشيل البلدة كله. عامل عندي عايزة يعمل بطاقة ما بيعرفش. عايزة اقدم السمرة اتنين انا كصاحب عمل. ما بعرفش اقول لي ادفع المدوني اللي عليك لأول. طب انت التأمينات اصدرت كتاب دوري بعد ما انا عملت معها اكثر من ثلاث لقاءات معناه برئيس الهيئة. والحقيقة هو عاد نقلم موضوع الحال. لكن غادة النهاردة لسه فيه رواسط كثيرة جدا في بعض المكاتب على مستوى محافظات. وخصوصا في القاهرة عندي بنعاني. بنعاني من التأمينات. ليه عشان ايه? لانتوقفت حال الدنيا كلها. واضح ان الموضوع كبير وطبعا هياخد اكيد منقشات اكثر. اكيد هياخد حياس كبير. انا بشكر حيك شكرا جزيلا استاذ عاطية حماد رئيس شعبة المخابس بالغرفة بالغرفة التجارية بالقاهرة. وصباحك صباح الورد. مشاهدينا فاصل وانعود بفقرتنا الحوارات التانية تابعون.